تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم دبط قرابة 63 طن كما تم دبط أكثر من 49 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 723 قضية من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال دبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم دبط 24 قضية بمضبطات بلغت قرابة 221 طن موسيقى